رحلت عن علامنا اليوم المنتجة الكبيرة ناهت فريد شوقي عن عمر يناهس 73 سنة وأقيمت اليوم جنازة الرحلة ناهت فريد شوقي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وشهدت الجنازة حدور عدد كبير جدا من نجوم الفن وظهرت الفنانة رانيا فريد شوقي شقيقة الرحلة في الجنازة وهي في حال التأثر شديد على فراء شققتها وكان من بين الحاضرين في الجنازة الفنانة دونيا سامير غانم اللي حاولت أنها تواصي ناهت السباعي ورانيا فريد شوقي والجدير بالذكر أن المنتجة ناهت فريد شوقي اتوفت بعد صراع مع المرض ولفظت أنفسها الأخيرة داخل أحد المستشفيات وكان كشفت مصادر مقربة من عائلة المنتجة ناهت فريد شوقي أنها أصيبت بواقع صحية مفاجأة اتسببت في تضاهر حالتها الصحية وده اللي أكبر بنتها ناهت السباعي أنها ترجع من لبنان وده لأنك بتصور عامل فني جديد هناك علشان تكون جنبها في إزمتها الصحية ربنا يرحم ناهت فريد شوقي ويصبر أهلها ومحبيها على فرقها وإن لله وإن الله يرجعون والحد هنا يكون الفيديو خلص إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد